يمكن منا 15 سنة زي ما احنا قلنا من موسم 2004-2005 للسنة دي يمكن الأهلي مفيش فريق فاز غير الأهلي ذهابا وقيابا رايح جاي غيره السنة دي بحق الأهلي رقم القياس ده كابتن محمود يمكن شكل اللعيبة تغير الأداء تغير أجهزة راحت أجهزة جت لكن يبقى الإنجاز واحد يبقى الإسم واحد يبقى التحقيق الهدف واحد أكيد طبعا وما فيش شكل الحقيقة في بعض العناصر يمكن في الفترة الأخيرة دي يمكن زاد مستوى بشكل ملحوظ يعني يعني إليو ديانج السولية ياسر إبراهيم الحقيقة معظم اللعبين أجهزة كل اللعيبة الحقيقة أمروان محسن فدي حاجة كويسة يعني يعني أحضر لتكلم المستوى الفني لبعض اللعبين يعني في الفترة اللي فاتت بعد رحيل بايلر أو مع فترات بايلر ما كانش ما كانش اليوم تأثير دلوقتي التأثير واضح لا ولا حتى كان مع بايلر بس قبل الكورونا يعني ممكن ممكن الفترات يعني تعالى كورونا صارت يعني بشكل أوب أداء الفرقة بتحسن بشكل تدريج لأنه من فترة القف طويلة شهور كتيرة فممكن دي أخذت وقت شوية عشان كلها سعيد مستوى إنما أنا يعني بعتقد إن إحنا من حظنا برضو وحظ الفرقة إنما أنت وصل كابتن للتوب فورم أفضل مستوى ليك قبل البطولة النهاية فتح حاجة كويسة ودي تطميننا بشكل كبير إن فعلا اللعيبة إذا ما كانش كلها أغلبهم معظمهم وصلين للتوب فورم مين أكتر واحد وصل للتوب فورم أو استعاد تقلقه بشكل كبير من ساعة مواصل موسماني شايف مين الأبرز من اللعيبة؟ أنا شايف ياسر إبراهيم وشايف إليو ديانج برضو إليو ديانج وإيه؟ وياسر إبراهيم برغم محسن برضو كان عامل نفسي بس هو الساعة سيخطف نفسه دي كانت حاجة كويسة هفشة رائعة هفشة طبعا ما فيش شك برضو طبعا الصوازات بشكل كبير جدا وتأثيره مع الفريق بأداءه الحياة برضو أصل بشكل كبير